أن يتفقهن بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على نبينا ومعلمنا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مشاهدي برامج قناة القرآن الكريم وفي برنامج أن يتفقهن هذا البرنامج الأسبوعي الفقهي الذي يحاول أن يناقش كل المواضيع المتعلقة بفقه المرأة المسلمة والأسرة أينما كنتم حيكم الله والسلام عليكم ورحمته تعالى وبركاته أرحب بكم إلى جلسة أخرى من جلسة هذا البرنامج لنناقش بإذن الله تعالى موضوعا في غاية من الأهمية فهو موضوع من المواضيع التي يثار حولها الكثير من الاستفسارات والتساؤلات ويشكل أحد أهم عنوين القضايا المطروحة على المحاكم وخاصة المحاكم الجزائرية فيما يخص شؤون الأسرة ولأن البرنامج برنامج برنامج أن يتفقهن محوره المرأة المسلمة وقضايا الأسرة ارتأينا أن نناقش هذا الموضوع وهو النفقة وعنوناه في هذه الحلقة النفقة بين التشريع الإسلامي والقانون نرحب إذن بكل من يحضر معنا هذه الحلقة من أن يتفقهن التي نتشرف من خلالها بحضور ضيفة كريمة عزيزة علينا وعلى القناة البروفيسور نوارا العشي المتخصصة في الشريعة والقانون هي اليوم تنوب على البروفيسور عقلة حسين الموجودة في البقاء المقدسة لأداء مناسك العمراء اللهم تقبل منها مرحبا بك سعداء جدا بوجودك معنا أهلا بك بارك الله فيك صرت أيضا بتواجدي معكم في هذه الحصة بإذن الله التي تكون حصة مباركة نسعى فيها لخدمة العباد والبلاد لتوضيح مفاهيم بإذن الله شرعية ورسالة هذه القناة المتمثلة في الكلمة الهادفة والرسالة الربانية بإذن الله نحاول أن نسعى أن نستفيد ونفيد في هذا الموضوع ونكون خيرا نائبين عن الأستاذة البروفيسور عقلة حسين يا ربي يتقبل منها بإذن الله سبحانه وتعالى وكل من في البقاء وتحية طيبة لكل المشاهدين ونتمنى أن نكون ضيوف خفاف عليهم إن شاء الله رب الله موفقنا إلى ذلك والأكيد لن تكون المرة الأخيرة إن شاء الله أيضا معنا دكتورة ماليكة بالعليا المتخصصة في الفقه وأصوله مرحبا بك دكتورة أهلا وسهلا مرحبا بك أخت نصيرة نرحب بضيفتنا الكريمة سعادة جدا بتواجدها معنا نرجو من الله أن نقضيها كذا سويعة مباركة وهادفة كما سبق وذكرنا مرحبا بكم إذن ومرحبا بكل من يشاهد هذه الحلقة من أن يتفقن تحت عنوان النفقة بين التشريع الإسلامي والقانون وأكيد أنكم ستستمعون إلى الإجابات الوافية على كل الاستفسارات والأسئلة المطروحة على البرنامج في هذا الموضوع وكالعادة نمهد لموضوعنا وحتى يفهم المشاهد قبل أن يتلقى الإجابات على أسئلته حتى يفهم النفقة معناها مفهومها لغة وشرعا أحيل السؤال في هذا الباب على البروفيسور نوار العشي فما المقصود من النفقة لغة وشرعا وما الذي تشمله النفقة في كل أبعادها وما هي أصنافها وكيف جاءت مضامينها على ضوء الكتاب والسنة بإذن الله سبحانه وتعالى في هذا الموضوع صرت بتواجدي مع الأستاذ مليكة بالعالية أيضا بمناقشت هذا الموضوع الأسري المهم الذي لا تخلو منه أسرة في الاهتمام به سواء خلال الحياة الزوجية يعني ليس بالضرورة النفقة لا ينظر إليها إلا بعد الطلاق هي تبدأ من خلال الحياة الزوجية وبعد الطلاق وفي كل مراحل العمر هناك أحكام شرعية وقانونية بالنسبة للنفقة لأن النفقة أمر مهم جدا فبها قوام الوجود البشري قوام الوجود البشري هو أن يقوم بدن هذا الإنسان بالطعام وبالشراب وباللباس وبالمسكن اللائق فهذه كلها تدخل في مضمون النفقة النفقة دارسها الفقهاء وأعطوا لها معاني لغوية ومعاني شرعية من معاني اللغوية لا نريد التوسع كثيرا في المعاني اللغوية نعطي أقرب معنى لغوي للمعنى الشرعي حتى لا نبتعد كثيرا فالنفقة في معاني اللغوي قريب جدا للمعنى الشرعي هو الصرف أن يصرف الإنسان من ماله أو الإخراج أن يخرج من ماله لأداء هذه المستلزمات الحياة فهناك معاني أخرى للنفقة تبتعد قليلا عن المعنى اللغوي لا نريد الخوض فيها كثيرا فمن معانيها أيضا النفاذ يعني أنه إنفاق هو أن ينفذ الشيء وفعلا أنه فقط تكون في شيء يستهلك لا تكون في عقار يبقى قائم دائم تكون في شيء يستهلك في غذاء في مسكن في مسكن يعني الانتفاع بالمسكن ليس بالضرورة ملكية المسكن الانتفاع بسكنة الضار فرق بين الملكية والانتفاع الانتفاع شيء يستهلك بالوقت وله قيمة من الإيجار أما ملكية العقار تدخل في جانب آخر إذن المعنى اللغوي هو الصرف والإخراج أن الإنسان يصرف ويخرج من ماله حتى ينفذ ذلك المال في شيء يستهلك بكسوة أو بطعام أو بشراب أو بعلاج أو بغيرها الآن في المعنى الشرعي والإصطلاحي قريب جدا من هذا المعنى اللغوي المعنى الشرعي والإصطلاحي هو ما يصرفه الإنسان من مؤونة الحياة على من تجب عليه نفقتهم من طعام وكسوة وعلاج وسكان وغير ذلك من مستلزمات الحياة أو ما يخرجه الإنسان من مال لقضاء حوائج أسرته أو من يلزمه إعالتهم من يلزمه مؤونتهم يعني أنه يعيلهم يمولهم بمستلزمات الحياة التي تبقي الإنسان في القدرة على أداء أمور هذه الحياة تقيمه ونعرف أن حفظ النفس له كثير من الأمور نفقة من أهم الأحكام التي تحفظ هذه النفس هذا في المعنى الإصطلاحي الشرعي بعد ذلك هناك معاني تفصل كثيرا في التعريف مستلزمات النفقة رح ندخل إلى مستلزمات النفقة في مستلزمات النفقة توجد المستلزمات المتمثلة في الغيذة بما يشمله من طعام وما يشمله من شراب وفي الكسوة من لباس على قدر الحاجة وعلى قدر المعروف وكذلك العلاج وكذلك السكن توفير المسكن الذي يأوي إليه الإنسان ومستلزمات الحياة الأخرى المختلفة ففيها مضامين متعددة تحفظ هذا الكيان البشري في كرامة وفي حفظ كما يريده الله عز وجل لهذه البشرية على هذه البسيطة وجعل الله بعضنا خدما لبعض وجعل الله أناس أوجب عليهم النفقة لقدراتهم وهم عادة أرباب الأسر لقدراتهم وإمكانياتهم والنفقة بهذا المعنى تتعدد فهناك النفقة الزوجية نفقة الزوج على زوجته هناك نفقة على الأولاد نفقة الأب على الأولاد ومن يقوم مقامه بعد ذلك والنفقة على الوالدين نسميها نفقة الأصول نفقة الأولاد هي نفقة الفروع ونفقة الأصول على الوالدين ونفقة الأقارب من حواشي الإخوة والأخوات وغير ذلك وتتعدد الأحكام في هذه الأصناف المتعددة بالنسبة لوجوب النفقة القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة وأدلة الشريعة كلها ركزت على وجوب النفقة لأن كما قلت بها قوام الإنسان منذ صغاره في حالة ضعفه في كل حالاته فالأدلة من الكتاب ومن السنة متعددة من أهم الأدلة على وجوب النفقة قوله تعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف فالرجل عليه أن ينفق على المرأة يعني رزقهن يعني على النساء على المرأة على زوجته بالمعروف من كسوة ومن غيدة ومن رزق بكل ما تحمله الكلمة من معنى حسب المتعارف عليه وحسب القدرة والاحتياج بعد ذلك نفصله في القدرة والاحتياج كذلك الله سبحانه وتعالى حتى نعود إلى بعض التفاصيل من خلال إيجابة نعم لينفق ذو ساعة من ساعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله فكل مطالب بأن ينفق على من وجبت عليه نفقتهم نفصل على من وجبت عليه نفقتهم حسب الوسع والقدرة والإنسان مطالب بأن يقدم ومن كان رزقه مقتر أو ضعيف ينفق مما آتاه الله والله سبحانه وتعالى لا يكلف نفسا إلا ما آتاه نعم ولهن الرسول صلى الله عليه وسلم وكثير من الأدلة في هذا الجانب حوله والرسول صلى الله عليه وسلم أكد على وجوب الأنفاق في حجة الودع لما أوصى بالنساء ذكر أن واجب الرجل على النساء واجب الرجال على النساء أن يعاشرهن بالمعروف وأن يرزقهن كذلك بالمعروف وأن يقوم عليهم لأنهم أخذوهم غالية فواجب نفاق الرجل على المرأة بما هو متعرف عليه وحسب وصية الرسول صلى الله عليه وسلم أمر الله عز وجل ونعرف حديث هند بنت عتبة لما سألت الرسول صلى الله عليه وسلم عن نفقا وأن زوجها أبا سفيان لا شحيح ولا يعطيها ما يكفيها فقال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف فهنا واجب الانفاق على الزوجة وعلى الولد وعلى الولد بالمعروف ونفصل حكم الأخذ وحدود الأخذ كيف يكون يعني بغير علم الزوج لكن لقضاء الحاجات وغير ذلك من الأمور والإجماع أجمعت الأمة بعلمائها ومنذ عهد بعد عهد الرسول صلى الله عليه وسلم على وجوب الإنفاق والقيام على من يحتاج هذه الإعالة وهذه المأونة في غذائه وسكانه وعلاجه ليقوم هذا الكيان البشري بواجباته على هذه البسيط أحسن الله إليك بارك الله فيك بروفيشور على المدخل الطيب تتمه من حيث انتهيت الدكتورة ماليكة كانت بروفيشور أشارت وأعجبتني ما وصفت به وهي تتحدث عن فهم النفقة النفقة توقي ما وقوام الوجود البشري وأنطلق من هذه الجملة التي من خلالها فصلت أيضا في مستلزمات النفقة وأصنافها وأشارت هكذا إلى بعض الأحكام والشروط الشرعية في مسألة النفقة هذا يحيلنا إلى سؤال الغايات من النفقة في نظرات الشريعات الإسلامية والمقاصد دكتورة ماليكة هذا الاهتمام الرباني طبعا يدل على حكمة هكذا إلهية من مشروعية النفقة بارك الله فيك بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أجدد الترحيب بك أختي نصيرة والأستاذة الفاضلة فعلا لو تكلمنا عن نفقة أخت نصيرة في تشريع الإسلامي فإننا نتكلم عن أعظم واجبات الزوجة على زوجها في بيت الزوجية وفي غير بيت الزوجية أي عند اللقاء وعند الفراق فالنفقة كما تفضلت الأستاذة يمتد مفعولها حتى بعد الطلاق الآن اقترنا مفهوم النفقة بمسألة نفقة المطلقة ولكن النفقة ومقاصد النفقة في شريعتنا الإسلامية إنما تبدأ من ذاك الزوج الذي يدخل بزوجته وقبل الدخول حين يقدم المر في أحكام هل مسألة هذا التسامح لأنه يدخل في باب التسامح أن المرأة في بعض الأحيان حتى في بداية زواجها لا تعطي الكثير من الاعتبار لمسألة النفقة هل هذا مرتبط بعاداتنا وتقاليدنا جدا جدا لأنه حقيقة أن النفقة في شريعتنا هي مظهر من مظاهر القوامة لقول الله تبارك وتعالى في محكمة تنزيله بعد بسم الله الرحمن الرحيم الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفق من أموالهم فالإشارة واضح والشاهد واضح في الآية الكريمة القوامة من النفقة فالنفقة في الحقيقة هي في شريعتنا تحفظ الكثير من الأمور وهي محل بحث العلماء في السابق واللاحق لماذا؟ خاصة الأخت نصيرة في الوقت المعاسر تغير الأعراف تغير نمط الحياة خروج المرأة للعمل هذه كلها أصبحت محل بحث ماذا عن النفقة؟ كيف ينفق الزوج على الزوجة العاملة؟ كيف هي نظرت هذه الزوجة إلى زوجها؟ وبرك الله وفيك أعرفنا قديمة الحمد لله الجزائر لازالت بخير المرأة في الكثير من الأحيان لما تلقى زوجها مهيته يعني أجراته غير كافية متواضعة متواضعة راتبها أكثر من راتبه تذهب مباشرة إلى المساعدة والتنازل فيه السئلة وصلتنا في هذا المنوال عندما تكون المرأة صاحب تراتب وتتنازل على بعض الأمور هذه كلها من الأعراف الحسنة ومن الخلق الطيب ومن الإحسان ومن أعلى مراتب الإحسان أن تساعد الزوجها في النفقة على الأسرة وهي أعظم صدقة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له دينار في سبيل الله ودينار على مسكين ودينار في العيال أو على العيال فقال دينار على الأهل والعيال خيرهم وأفضلهم لما في ذلك من أجر الصدقة ولك أن تتصوري أن الله تبارك وتعالى من فوق عليائه يوجب علينا العمل ثم يعطينا عليها أجر وأحياناً الرجل يتمتع بهذه النفقة فهو فيه عمل واجب ومتعة وأجر يعني فوق كل هذا وذاك الحقيقة أن العلماء أخت نصيرة عرفوا النفقة كل علماء الفقه الشافعية والحنابلة والحنفية والسادة المالكية وكان تعريف المالكية هو التعريف الجامع المانع لما توفرت فيه من عناصر النفقة المأكل والمشرب والمسكن والتعليم والتطبيب وحتى النقل ثم ضبطوا كل هذه الأمور العناصر الضرورية في نفقة الزوج على زوجته وأولاده وأيضاً على الأصول في حين الحاجة الولدين ضبطوه بقدر الحاجة بلا تقتير ولا تبذير ولا تبذير مقاصد النفقة في شريعتنا الحقيقة لو تكلمنا عن المقاصد لن ننتهي ما يظن بشريعة جاءت لحفظ نظام الأمة أن تكون الثروة المالية فيها هي في أعظم مكانة على اعتبار أن كلية المال هي كلية من كليات الخمس لحفظ هذه الشريعة والحقيقة أن الإنسان الذي ينفق أو النفقة التي جعل الله تبارك وتعالى من فوق عليائه من الأركان الخمسة الركن الثالث الزكاة فالزكاة نفقة والصدقة نفقة والنفقة نفقة والإحسان نفقة فنجد أن إطعام الطعام نفقة فنجد أن هذه النفقة أختنا سيرة هي التي تحفظ البشرية من الهلاك لأن الزكاة هي حق السائل والمحروم في مال في مال الغني فنجد أن النفقة بالمختصر وإن شاء الله سنتناول التفاصيل في ثنايا هذه الجلسة تحفظ الكليات الخمس وسنفصل إن شاء الله سبحانه كليتهم تحفظ كلية حفظ النفس حفظ المال تحفظهم جميعا النفقة تحفظ كل الكليات إن شاء الله بالتفاصيل في ثنايا هذه الجلسة برك الله فيك دكتورة على هذا المدخل أيضا ونبدأ بإذن الله تعالى في الإجابة على أسئلة المشاهدين التي وصلت لبريد الإلكتروني للحصة وعلى حسابي البروفيسور عقيل حسين ودكتورة مالكة بالعليا على الفيسبوك سؤال أول هو سؤال للأخت سلسبيل وجاء فيه والدة كبيرة في السن وتحتاج إلى رعاية ولأن والدي لا يبالي برعايتها وقضاء حوائجها خاصة أن الطبيب الذي يعالجها يبدو أنها تعاني الكثير من الأمراض يمسن ولنا أن نتصور حالتها أيضا الطبيب تقول الذي يعالجها يحرص على أهمية التغذية بالنسبة لحالتها ولأن والدي مقتدر فأنا أحيانا أخذ من ماله لأغفر لوالدتي ما تحتاجه لكن من دون زيادة أو مبالغة فهل هذا حرام شرعا؟ وماذا علي فعله إذا كان الأمر كذلك؟ بارك الله فيك على هذا السؤال وفعلا نشيد بهذه الأخت حول سؤالها وتقييدها أنها تأخذ بقدر الحاجة وأن أباها مقتدر يعني أعطت الحيثيات لتكون الإجابة ورغم ذلك هي تبحث عن الجانب الشرعي هذا مزيد من الاهتمام ومزيد من محاسبة النفس فهذا أمر مهم جدا في هذا الجانب طبعا في هذا الجانب أنه لما كان حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لهن البنت عطبا خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف فمعنى ذلك أن الإنسان يستطيع أن يأخذ من مال من بخل على من تجب لهم النفقة بغير علمه بحدود الاحتياج جائز معنى ذلك البنت إذا أخذت من مال أبيها لقضاء حاجة أمها خاصة المريضة في حدود الاحتياج وفي حدود قدرة الوالد ورغم ذلك بغير علمه فهذا جائز من باب الحكم الشرعي المتوافق والمتناظر مع أحكام الرسول صلى الله عليه وسلم ورغم ذلك نأكد أن في هذا الأمر أننا صحيح في مجتمعنا والله الكثير هناك من الحالات التي يكون فيها لو ذهب الإنسان إلى المحكمة لكان الحكم بوجوب النفقة وعند عدم آدائها نصل حتى إلى الحكم الجزائي بعقوبات ورغم ذلك الأسرة تنأى عن الوصول إلى المحكمة تنأى عن الوصول إلى الأحكام المدنية أو الأحكام الجزائية التي فيها عقوبات حفظا للأسرة بالنسبة للنفقة الواجبة هناك في قانون الأسرة طبعا أن هناك سبع مواد نظمتها النفقة بخصوص يعني فصل خاص بالنفقة بعد ذلك هناك بعض الأحكام المتناثرة حول النفقة سواء موجودة في القانون الأسرة أو في بعض القوانين الأخرى المشابهة لهذا الأمر في المدى أن تجيب نفقة الفروع على الأصول والأصول على الفروع بقدر القدرة والاحتياج والقرابة في الإرد وتجيب نفقة الزوجة على زوجها طبعا بالدخول هذا أمر لازم فعند وجود الحياة الزوجية نفقة الزوجة واجبة واجبة على هذا الزوج نفقة البنت هذه أيضا واجبة على أبيها رغم أنه يقتر عليهم في النفقة فهنا هذا أمر لازم والرسول صلى الله عليه وسلم يقول كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعود أو من يقوت أن يعطي قوتهم فهنا إثم كبير على هذا الأب لابد أن ينصح فحبّد أن البنت ترى من يؤثر على والدها فينصحه أن هناك نعم الأقارب إليه إخواته ربما أخواته ممكن يأطر عليها أكثر فيجعلونه يخرج هذه النفقة حتى لا يحرم من الأجر لا يحرم من الأجر ولا يحرم إبنته ولا يؤدي بها ربما ما يجعلها آثم نعم حتى لا يصبح هو آثم فيأخذ ذلك الأجر هذا من باب برها لأبيها يعني البعد الآخر هي تفعل شيء مشروع والأحسن منه أن تحاول الصلح بين الأب والأم من خلال من يؤثر على الأب من أولاده أو إخوته حتى هو لا يحرم من هذا الأجر الذي هي تأخذه يعني هنا في هذا الأمر نكون هناك إصلاح للأسرة ككل ويكون رضا لنفس الأم هذه أنها تأخذ النفقة عن علم زوجها فيكون هناك تماسك للأسرة يعني الحكم الشرعي في قانون الأسرة في أحكام الأسرة لابد أن يأخذ أبعاده القانونية أبعاده الشرعية وأبعاده أبعاد الإحسان والفضل الأسرة تخرج في كثير من الحالات ولا تلجأ إلى الأحكام اللازمة الصارمة وتذهب إلى الفضل وإلى المعروف لإحداث هذا التماسك الأصلي لأن الأسرة تقوم على التكافل والتراحم بين كل الأفراد الحمد لله أيضا أن شريعة نعيني التشريع الجزائري والقانون تقريبا فيه تطابق كبير مع التشريع الإسلامي في هذه المواضع وبركتي لأنك هكذا عرشتي حتى على كيف تناقش وكيف تطرح هذه المواضع وكيف هي أحكامها من خلال التشريع الوضعي برك الله فيك سيدة نبيلة تسكن مع أهل زوجها ضمن العائلة الكبيرة التي يجتمع فيها الأولاد وفي كل شهر يدفع الأبناء بالتساوي مبلغا ماليا كمصروف للبيت وأم الزوج يعني أم زوج هذه الكنة أو والدتها أو الأولاد جميعا هي المسؤولة على هذا المبلغ المالي حيث تتسوق وتحثر كل ما يحتاجه أفراد العائلة الكبيرة لكنها تضيف هذه الكنة أنها تشتهي أحيانا طعاما أو حلوة فيحدث أن تدخل غرفة حماتها وتأخذ ما يلزمها من المال يبدو أن المال يعني غير مخبأ مثلا في صندوق وإنما أنا أظن أنه لمجرد أنه موجود يعني على مقربة من أي فرد يعني في المتناول يبدو أنها لا تمانع من الأخذ من لا أدري لأنها كذلك لاحظ من خلال سؤالها ولكنها تقريبا تؤكد الأمر تقول أخذ ما يلزموني من المال دون علمها أحيانا لأنني أخذه بالنيتي أنني أرده فهل بهذا هي تخالف الشرح ويبدو أن حتى بقية الكنائن يفعلنا الشيء نفسه عندما يحتجنا إلى المال نعم أقول وبالله توفيق الحقيقة أخت نصيرة نحن في سئلتنا ليوصلونا من عند الأخوات ولن نحييها الأخت على الأقل هي تسأل عن الدين وعن الحكم الشرعي لأنه شيئا ما يتآكل في قلبها هكذا تسأل لأنها تشك في صحة الأمر شوفي أخت نصيرة في العلاقات الاجتماعية التي يظلها الله تبارك وتعالى بالبركة ويطرح فيها المحبة والمودة بين الأشخاص هي مسألة الثقة ابتداء ومسألة الخوف من الله إن لم نقل أن الخوف من الله ابتداء وانتهاء لأن الذي يخش الله ويخاف الله في السر والعلانية لا يأتي على أي فعل يجعله يحس بأنه أثمأ يعني كما نقول نعم نعم واستحياء حتى من نفسه لما يتصرف تصرف في الخلوة لأن الأخت رهي تسأل تدخل للغرفة تأخذ مال وفي أول شهر رأخنا صيرا في العاقد في شرعتنا عقود البوي عقود الزوج في شروط والمسلمون عند شروطهم قال يا أولادي أعطوني مبلغ مبلغ على رأس الشهر ثم أنا أتصرف في المطبخ وفي الضيافة وفي الواجبات الاجتماعية وفي التمريض وما غير ذلك الآن هذه زوجة الإبن التي تدخل تتسلل إلى غرفة حماتها وتأخذ مال بنية أنها ترجع من أشعر في أن رجعته لا ندري تقول في بعض التفاصيل أنها في بعض أحيان تنسى بارك الله فيك وصلنا لبيت القاسيد عموما العمل لا يجوز الذي تقوم به الأخت لماذا؟ لأن الأخت نصيرة في العلاقات تحفظها أمر مهم يحفظ العلاقات هو مسألة الرضا الاستئذان والرضا كنا أخذينا باب كبير في موسم الماضي مسألة الاستئذان وكانت وصلتنا أسئلة من هذا النوع لك أن تتصوري الغرفة النوم مال حتى لو كانت تكون وضعته على سريرها في غرفتها والمال هذه الأخت اللي رأي تأخذ منه ما رأيش ما زوجها فقط مثلا هل السؤال أيضا لماذا لا تسألها؟ لماذا لا تصارعها؟ راح نروح لهذا السؤال إن شاء الله لذلك نريد نحن دائما أن الإنسان لا يعني يتحيز إلى نفسه حين السؤال مليح الأخت اللي ما تطرح لنا السؤال تعطينا كل البيانات وكل المعلومات حتى الحكم الشرعي يكون على تمامه خاصة هي تضيف أيضا في سؤالها أن هذه الحامات متفاهمة ولا يمكنها أن تمانع إذا طلبت منها فلماذا لا تطلب؟ حتى ولو كانت متفاهمة بارك الله وفيك سؤال مضروح هذه الحامات متفاهمة إذن تكلم معها نقول لها يا حاماتي أنت مثل أمي أنا أشتهي شيء لو كنت في بيتي وحدي مستقلة عنكم لو كنت اشتريته أنا الآن أنا متشاهية في هذاك الأمر والمال مال كل الإخوة لكي أنت تصوري الإخوة يعني على عددهم يضعون هذا المال في هذا الصندوق ثم يتصرفون الأصل أن يكون في هذا حتى أنا فانت من خلال رسالتها وكأنه فيه جزئية لم تقلها ولكن كيف فهمتها وهي أنها ربما تشتهي هذا النوع من الأطعمة في مرحلة مرحلة الحمل أو الوحم كما نقول لا هذا أمر آخر أختنا سهلا نحن نقدم نقدم رسالة لأخواتنا للحموات وحتى لزوجات الأولاد وصدقين واختنا صيرا نحن ديننا ندين الإحسان وديننا ندين الإنسانية ما فيش رجل حنين وطيب ويقوم بالواجب أكثر من الرجل الجزائري أتى حداك سافرنا كثيرا عملنا مؤتمرات كثيرة وطلقينا كلهم طيبين يعني على الله سبحانه وتعالى يفرق بين البشر في كل دولة من الدول ولكن الرجل الجزائري يقول لك نحيها من عنديون مدهال جاري نحيها من عنديون العكس بحالة نادرة صحيح العكس نعم والشارب لا يقاس به نحن نقيسه على العام العام أنه الرجل الجزائري هذا الحامات لو كانت قلها عرصتها رأني في حالة وحم والنساء اللي عندهم أولاد كلهم يعرفوا ما معنى هذه الحالة أكيد رح تعطي لها واش تحبوا تزيد لها زيادة أنا ننصحها تكف عن هذا هذا التصرف لأنه فيه الكثير من الشبهة اللي لم نقل فيه الإثم عليها أن تعلم الحامات أنها أخذت من المال والحامات هذه ما تسألش ما تقولها شمالين جبتي هذا الأكل مثلا خاصة إذا كانت غير عاملة الأزواج هادوماية أنا نفضل نعطي لها حل نفضل أن زوجها إذا كان ما يحطش كامل للأجراء تأخذ من ما زوجها فارك لاو فيك إذا كان الخاوة هادوماية يحط مقدار مقدار معي وأن كل واحد يوم يضعوا راتبه كامل نعم أكيد رح يحفظ النفسه شيء من الراتب أنا أفضل أنها تأخذها حلالا ملالا ما عند زوجها يرح يشري لها الشيء التي تشاه فيه أحسن بكثير من هذا التصرف لأنه تشوبه الكثير من الشبهات ولازم تقول له جزتها حتى تتحلل من مظلمة من المظالم وإن كان ما أجمل الصفاء والمصارحة أنا ما أجب لي هو هذا التواجد تأفراد العائلة كلهم ضمن أسرة واحدة وكان أسرة واحدة حتى مسألة هذه أن الأمة يعطى لها حرية التصرف في التسوق نوع من البر بالله بالوالدين نوع من الحرص على المحافظة على صلاة الرحم وهذا شيء جيد لم يعد موجود للأسف الشديد لدى الكثير من العائلات أيضا يحسونها بلعن دهوز ما زال عند هاكل مع الأولاد هي تتنعم بهذا التصرف أتصور أتصور خصوصا اجتماع الأولاد على مائدة وحيدة يعني هذه من أكبر النعم في الأسر ربي يجمع شابنا شاء الله معك رصفوا هذه النعمة يا رب بارك الله فيك على كل هذه التفاصيل دكتورة عامريكا نأتي إلى سؤال الأخت أم يحيا تقول فيه أن زوجها يجبرها على مساعدته في النفقة سواء كان الأمر يتعلق بالدواء أو الكسوة وحتى وقود السيارة وفاتورة الكهرباء والغاز وذلك بحجة أو يتذرع دائما بمسألة أهمية شاركة في عقد الزواج وهي تضيف أنها تتأذى من هذه المعاملة خاصة وأن راتبه الشهر محترم ولا يحتاج لمساعدة ودائما تقول حواراته لا تخلو من ما قدرتش ما لحقتش كفترت علي المصروف تقول أنا مستاءة وأعتبر ذلك استغلالا لا شيء آخر بالنسبة لموضوع مشاركة المرأة في النفقة في البيت هذا الموضوع لا بد له من مقدمات سابقة المقدمات السابقة يعني حين الزواج من المفروض يكون هناك اتفاق بين الزوجين إذا كان اشترطت عليه العمل وهو وافق وتقول يعني أنها تعمل وحر في مالها وهو وافق على هذا الأمر إذا كان هذا الأمر مصلمون عند شروطهم ولا يطالبها بأن تشارك معه في النفقة البيتية لأن من واجبه هو أصلا من واجبه الإنفاق على البيت وهي يعني مادم تنازل على بعض حقوقه هي أيضا ينفق عليها لأنه في كل شروط النفقة الاحتياج فقط في الزوجة ولو كانت غانية ينفق عليها بموجب عقد الزواج والدخول بها وتمكين من الحياة الزوجية معنى ذلك المرأة ولو كانت غانية الزوج يجب عليه أن ينفق عليها من باب القوامة من باب القوامة لأن النفقة تقابل القوامة فيكون قيما على الأسرة وحين النزاع والاختلاف يكون كلمته هي التي تسري وغير ذلك فهذا مقابل الطاعة النفقة مقابلة الطاعة والقوامة معنى ذلك أنه يجب أن ينفق على زوجته وعلى أولاده هذا إذا اشترطت هي العمل وكان من بين الشروط أن تكون حرة في مالها الآن لو أنها لم تشترط العمل وهي كانت عاملة ووافقة على بقائها في العمل خلال الحياة الزوجية لكن من خلال مدام وافقة على بقائها يعني عملا ليس قولا معنى ذلك هو يكيف الوضعي الحياة الزوجية بينهما بعد الزواج بعد الزواج يمكن له أن يقول له مدام لم تشترط على العمل ممكن تتوقفي على العمل هي تقول له نبقى نعم فإذا أرادت أن تبقى على العمل يعني ينقص شيئا من واجباتها الحياتية في الحياة الزوجية ولربما كثير من المصاريف ستستجد نظرا لخروجها للعمل من المصاريف التي تستجد لخروجها للعمل الروضة بالنسبة للأطفال الكثير من الملابس والأمور حتى بنسبة للملابس ربما السيارة نعم السيارة ذهاب الإياب هناك مستلزمات جديدة ونفقة جديدة الزوج لم يشترط عليه العمل إذن هو وافق على بقائها في العمل لكن ممكن أنه تساعد من باب البر والصلة من باب كذلك لا تنسوا الفضلة بينكم هو يوصلها هو يؤدي الأمور يعني الروضة بالنسبة الأولاد شرع السيارة لأنه لا يذهب لوحده لابد من أن يوصلها للعمل أو غير ذلك فهذه الأمور من باب لا تنسوا الفضلة بينكم من باب البر والصلة من باب إبراء الذمة أن تشارك في شيء من مصاريف البيت هذا بالاتفاق لذلك ضرورة الاتفاق بين الزوجين في هذا الجانب يعني مربط الفرس هو العقد هو العقد ومربط الفرس بعد العقد إذا استجد أمر لم يتحدث عنه قبل العقد وسادة العمل لم يتحدث عنها هي وصلت العمل ولم يرد في الموضوع بعد ذلك الآن بعد العقد لم يتحدث عن العمل ممكن يتحدث عنه وهذا في قانون الأسرة موجود يعني في المادة 39 وفي غيرها أنه لابد أن يكون هناك اتفاق بين الزوجين قبل عقد زواج أو في عقد لاحق يعني بعد الدخول يكون هناك اتفاق حول تسيير الأموال المكتسبة بعد الحياة الزوجية هو لاحق له في أموال اكتسبتها قبل الزواج أو اكتسبتها بدون عمل مثلا وارثت شيئا أو تم الهيبة لها من طرف أوليائها وارث ذلك الأشياء التي اكتسبتها أو تمتلكها بغير مجهود بغير خروج عن البيت لاحق له فيها نهائيا نتحدث عن الأموال التي تم اكتسبها بعد الحياة الزوجية يعني خلال الحياة الزوجية وبخروجها وانتقاصها من واجب البقاء في البيت والقيام على الأولاد الآن فقهاء طبعا اختلفوا في هذا الجانب فقهاء الكثير من فقهاء قالوا يرجع فيه إلى العرف والعادة وإلى ما تم الاتفاق عليه يعني هنا أيضا تسأل الزوجة دايما نفسها ورحم الله امرئا جعل الله له واعظا من قلبه أن يكون لها واعظ من القلب هي تخرج كما تشاء وتعمل كما تشاء وهناك مصاريف إضافية فلابد أن تتحمل مع هذه المكتسبة التي اكتسبتها في المقابل الزوج أن لا يزيد عليها الكثير من الواجبات والنفقة وغير ذلك فهذا من الأمر يعني أن يكون هناك بالمعروف يكون التساهم والمساهمة بين الزوجين بالمعروف لذلك قد في هذا الأمر هل أن لا تصل مرحلة إلى مرحلة أنها تشعر وكأنه يستغل نعم بالنسبة للإستغلال لو أنها يعني يكثر عليها من المطالبة بالأموال يشريع عقارات تلك الأموال يفعل تجارة بأموالها يوزعها ربما يصرفها في أموات ربما أخرى هذا أنوات هذه كلها لا يجوز قد يتصرف في أموالها ويستغلوها وقد ينقص من النفقة حين تكون صحيحة هذا أيضا حال من المحاول نعم في هذا الجانب إذا كان يتصرف في مالها بدون رضاها في أموات في أموات في أموات أخرى يعني في إطار يعني يجحف في حقها فهذا غير جائز هو أيضا المفروض يكون له واحد من قلبه أن يسأل الله عز وجل وأن يقوم بالواجب وفكرة أن يستغل الزوج زوجته بهذا الشكل هو عنده قدرة مالية وعنده إمكانية لسداد الأمور هذا يعني مخالف للقوامة ومخالف للمرؤة ومخالف للمرؤة وهنا يعني لا نريد أن نذهب للجانب الجزائي يعني هناك تعديل في سنة 2015 بالنسبة لتعديل القانون العقوبات في المادة 332 أن كل من يمارس على زوجاته العنف الاستغلال المادي يعني يعني أن يتصرف في ممتلكاتها كما يريد بعنف وبإكره هناك عقوبات تصل إلى 3 سنوات سجن يعني في هذا الأمر فهذا يسمى العنف الاقتصادي نحن لا نريد أن نذهب إلى مثل هذا الأمر أن يكون الأمر حبس بل متعارف عليه إذا وجدت يعني ثقل هذه النفقات عليها أن تغسارحها وأن يكون هناك اتفاق إذا وجدت عدم التفهم لماذا لا يكون هناك الذهب للصلح الأساري وتبدي رغبتها في أن تشارك إذا لم تشترط عليه العمل وحرية تصرفها في مالها والله الموفق والسداد منه سبحانه وتعالى نرد العالمين نرد وفقهم كامل لحل مشاكلهم إن شاء الله هكذا من خلال الاستناد إلى الشرع وإلى القانون بعد ذلك طبعا بارك الله فيك على كل هذه التفاصيل والتفسيرات في الإجابة على سؤال أم يحيى الآن ننتقل إلى سؤال أم حيد وتقريبا هو سؤال يتعلق دائما بالنفقة الأولاد والأسرة لكن بجزئية مختلفة تقول أم حيد في شغالها أن زوجها يقاطعها ويقاطع أولاده الثلاثة وهو حاليا عند أهله وقد ترك مسؤولية التربية والتكفل بالأولاد لها دون أن يسأل هل أكلنا أم شربنا أم لا لكن منذ أسبوع تقول سمعت أنه سافر إلى العمر رفقة والدته فما حكم الشرع في هذه الحالة يعني يتخلى عن التكفل بأبنائه ويقوم بعبادات أخرى أنا تربط مسألة أداء العبادات بالنفقة تفضل شوفي الأخت نصير في الحقيقة السائلة ضحة موضوع مهم جدا وليعلم الجميع أخت نصيرا أن النفقة واجبة على الزوج كثير من الأزواج يتملصون ويتنصلون من هذه المسؤولية الكبيرة أمام الله ابتداء بالنص القرآني وبالحديث الشريف وبإجمع العلماء على أن النفقة هي واجبة في حق الزوج وهناك في شرعنا النفقة الواجيبة ونفقة الفضل أو الإحسان التي تتعدى الضروري والحاجي في مقاس الشريعة الضروري التي تفوت معه الحياة والحاجي التي تحصل معه المشقة ثم تأتي التحسينيات والكماليات وهذه دائما تدخل في مسألة جبر الخواط بارك الله فيك وهي من الأهمية بما كان لأن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال قالت هذا تحب حتى الهدية في شرعنا تتحفظ هذه المحبة وآسرة المحبة في المجتمع بين الزوج وزوجته وبين أفراد المجتمع كافة الحقيقة هذا الزوج بإجماع العلماء يعني ما تكلم عنه العلماء في هذه الجزئية في هذه المسألة من تقصير الزوج في حق زوجته من إنفاق ويرمي عليها هكذا الثقة للمسؤولية كأنه ميت كأنه مطلق كأنه غير موجود هذا نفى وجوده من حياة أبنائه فهذا آثم كما تفضلت الأستاذة فيه عند مادة في القانون تحفظ تحفظ حقوق الزوجة وفي الحكم الذي ينجم أو يتكفل به وكيل الجمهورية تذهب حتى إلى السجن لأنه تملص من واجب شرعي قد يدفع هذه الزوجة إلى فعل الرذيلة وقد يدفع هؤلاء الأبناء إلى تناول المخدرات رأيت لك أن تتصوري ماذا يترتب عن هذا الإهمال اسمه الإهمال التي تشاطرني الأستاذة إهمال أسري هذا إهمال أسري مسألة العبادة لقد يطالبوها بمسألة الخروج عن طاعته ممكن نعم تحدث كثيرا لأن المشكلة أنه لما تطرح هذه المشاكل في أروقة المحاكم كل واحد يقول أنا عندي الحق كل واحد ينظر من منظوره أنه معه الحق ولكن الحق عند الله لأننا دائما نرجع إلى مسألة الوقوف أمام الله مسألة الوقفة الحقيقية تلك الوقفة بين يدي الله فيسأل المرء عن الرعية النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال قال خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي لكي أن تتصوري هذه الخيرية ماذا ينبع عنها وما بالك في الواجب هو قصرة في واجب مسألة العبادات أختنا صيرة وهذه تحدث كثيرا نقول إحنا فلان ما يديرش عمراي عمر تراهي إلا هنا هذه ألفاظ تداولها المجتمع بكل شرائحي ولكن ما عليش خلينا نصح واحد المفهوم مسألة العمرا جائزة أو غير جائزة مقبولة أو غير مقبولة ذاك عند الله تبارك وتعالى ولكنه آثم آثم على التقصير في حق زوجتي وأولادي لأنه خالف أمر الله تبارك وتعالى وخالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم وأدخل هذه الأسرة في حرج كبير إن لم نقل أنه دفعهم إلى فعل المعاصي حتى وكذا هناك نوع من المشاحنة بينه وبين زوجتها ألا ألم تلتميسي هذا أو تستشعرين من قلال هذا الله أنا 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 شوف لهذا الإنسان لم يؤتى الحكمة للأسف الجديد ومن يؤتى الحكمة فقد أتي خيرا كثيرا لم يعي حجم النعمة الكبيرة في الأسرة والأولاد لأنه ما في نعمة فيها في المجتمع أكثر من هذه البنية يعني التحتية للمجتمع هذه الخلية المباركة المسددة من عند الله تبارك وتعالى الأسرة عنده زوجها وعنده أولاد ربما غيروا محروم منها هو لم يعي حجم النعمة التي أعطاه الله إياها أنا نقول ربما يكون عنده خلل في التفكير ربما يكون عنده خلل في نفسيته ربما تكون عنده مشاكل لم تذكرها السائلة نتمنى إذا كانت عندها مشاكل أو تقصير منها هي أيضا نتمنى أنها تلسلنا وتكون صريحة معنا حتى يكون الجواب يعني يكون الجواب مفيد ويكون مفتاح من مفاتيح العقد التي تكررت وانتشرت في أسرنا المسلمة بارك الله فيك بكتورة مريكا الأخت أمها لتسأل هل يجوز للمرأة أن تدخرة من مصروف البيت الذي يوفره الزوج بغرض شراء ما يلزمها من لباس أو احتياجات أخرى إما تخصها أو تخص أبنائها لكن دون مبالغة إذن بالنسبة دائما هذا لواجب النفقة نفقة الزوج والأب على زوجته وعلى أبنائه في هذا المجال النفقة كما نقول هي توجد نفقة تمكين ونفقة تملك نفقة تمكين أن الزوج هو الذي يشتري مستلزمات الحياة يعني بدون أن يعطي مبالغ نقدية فيشتري الطعام ويشتري لها اللباس للأولاد كل ما يحتاجه كل ما يتم الاحتياج إليه هذا الأحسن ويكون هناك يراعي قدرته ويراعي كذلك حاجة الزوجة وحاجة الأولاد الآن بالنسبة لو يكون هناك نفقة تمليك يعطيها مبلغ مالي ويملكها مبلغ مالي لتفعله لتصريفه في النفقة وبعد ذلك تدخر يعني تنفق ليس بالتبدير وإنما لحد الكفاية وتدخر شيئا منه إذا ادخرت شيئا منه يعني هي أنفقت حد الكفاف حد الكفاية كأنها رضت بهذا الحد في النفقة بعد ذلك ادخرت من الأحسن في هذا الجانب أن يتم إعلام الزوج يعني على الأقل أن المال الذي تم إعطاه سأكتفي بحد الكفاية وبعد ذلك ادخره لشراء أمور أخرى تعتبر من الكاماليات أو من الحاجيات التي تكون في وقت لاحق يعني على أن لا تحريم أسرتها مما تحتاجه وما هو ضرور نعم إعلام عام يعني ليس كل مرة ادخرت هذا المقدار وسأفعل به هذا الشيء يعني إعلام عام الاستئذان العام تحدثنا عنه أيضا بحروقاتنا إذا تم الاستئذان العام فإنها حرة بعد ذلك فيما ادخرت وتصرفه كما قالت بغير مبالغة حسب الاحتياجات والظروف الطارئة من ضيافة ومن غير ذلك أما أن تفعله بغير إعلام نهائيا سيحدث شك وشبهة عند الزوج يعني من أين يتم شراء هذه الأمور فمن الأحسن يكون الإعلام العام لترضى الأنفس ولتتمكن بعد ذلك أن تكون لها حرية التصرف بغير مبالغة كما قالت في هذا الجانب يعني بهذا الأمر قلت بالنسبة الآن إلى مقدار النفقة كيف يكون هل حسب حالة الزوجة أم حسب حالة الزوج هي الأصل الأصل ما عليها رأيي الجمهور تقريبا حسب قدرة الزوج يعني له قدرة الإنفاق حسب الموسيرين يعطيها مقدار من نفقة حسب الموسيرين وهي تتدخر وتنفق باد ذلك حسب الموسيرين يعني يصرف يقدر يصرف مليون يصرف مليون لا أكثر نعم إذا كان هو معسر نفقت المعسر الآن بعض الفقهاء قالوا ينظر أيضا إلى حالة الزوجة إذا كانت هي من الأغنية لها نفقة التوسط يعني إذا كان هو معسر فهي تقدر هذه الأمور وتبقى دايما في الإطار الشرعي في إطار الإذن العام حتى تبقى هناك الثقة وحتى يبقى هناك لا شبهة في استعمال هذه المال وتأكله بعد ذلك هنيئا مريئا يعني كأنه عن طيب نفس منه بالإذن العام الذي أعطاه إياها ومسألة القناعة مهمة جدا أيضا في مسألة النفقة يعني من خلال سؤالها أنها تدخر أنها بغير مبالغة أرى من خلال هذا السؤال حكمة من التصرف حكمة في طوال لو قالت أني أحفظ جزءا من المال وتقصر وتقتر كثيرا على الأولاد يعني لا يجوز أنه تدخر ولكن تحدث حد الكفاية لها ولأولادها بغير تقتير بغير تقتير بارك الله وفيك حتى الزوجات نقول لهم تعليوش سقف المتطلبات إذا كان الزوج يعني في عسر يعني عراتبه ليكفي حتى للخروج من الشهر بأرياحية ليس كل ما يشتهي المرأة ويشتهي بارك الله وفيك هكذا ثبت في سير الصحابة الأشراف لأن المرأة لما تشوف زوجها في حالته المدية يعني قيس قيس تتجنب المتطلبات الكمالية والله بعدين هي رح تندم لأن الأسرة برمتها ستدخل مثلا في ديون إلى غير ذلك ولذلك نطلب القناعة وننصح أخواتنا بالحكمة حتى المبلغ هذا الذي تدخله حاول يتفيد به زوجك وأولادك وعدها أجر على كل حال هي مأجورة أكيد أن الله سبحانه من يقتلع بما وهب الله سبحانه وطلع أكيد سيبارك له في مالك حتى أنه المقارنة في النفقة أن أسرة أخرى تنفق بهذا الشكل لا بد من النظر إلى القدرة إلى القدرة وليس إلى المقارنة ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض يعني أنه الإنسان ينفق بقدر ما أمكانه وهناك القناعة والرضا ولا يوجد شيء أغنى للإنسان يملكه من القناعة القناعة غنى كنز لا يفنى نعم كنز لا يفنى والله الحديث دوش وجون وقلتها في البداية الموضوع هو محور الكثير من الاستفسارات والتساؤلات والحمد لله جلسة البرنامج نعم أفاضت في كل التفاصيل التي كانت تتطلبها إجابة مشاهدين في هذه الحلقة حول النفقة برك الله فيك تروفيسور نوارا العشي برك الله فيك دكتورة ماليكة سنلتقي بإذن الله في عدد آخر أيضا سنخصصه إلى مسألة النفقة تحت عنوان النفقة بين التشريع الإسلامي والقانون حتى نتمكن من الإجابة على الأسئلة المتبقية لدينا والتي أكيد ينتظر إجابتها كل من طرحها على برنامج أن يتفق شكرا لكم شكرا لفريق العام لمعنا اليوم ولمشرفتنا أيضا في الإخراج زميلة سهيلة دومانجي شكرا لك لويزا دغال على التفاني في الإشراف على البرنامج والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة